سبحان الله ولا لا إلا الله عندي القطة لوسي هاي لوسي اتزوجت هي قطة قزم انا ما كنت بعرف هال هي راح تحمل او لا لانه معلوماتي انه القزم ما بتحمل ولو حملت ما بتكمل وممكن لو كامرة تسي عند صعوبة الولادة فقلنا خلينا نشوف وضعها طبعا بناءا علي بقارة ساعتها وقت الولادة ازا انا حعقم او لا لانه ما بدي يكون في خطر عليها المهم اه فهي حدث عند اخر يوم للتزوج يوم تمانية اه سبعة اه للأسف اصحيت عليها اليوم اه لقيت اه دم على الارض وجنين وبعدين لقيت جنين تاني في مكان تاني و اه طلعت من الاوضاء لقيتها هنا على سري البنتي استغربت وجودها على سرينا كنت طلع اجيب اكل وحليب للتطور كتنزل عندي بعدين لما شفت هيك قلت روح اشيك عليها لقيت عندها من ورا في دم وقطعا اه اخدت للبرة عشان شيك عليها لقيت في بيبي على الان فيها بس طبعا بالاسف مش مكتمل ميت هي بائع ولدتها لسه كمان اليوم يعني لسه اليوم تمانية تسعة الفين اثنين وعشرين وممكن تاخد كمان اكتر اكتر كم يوم لانه بيعطوا القطة لغاية اه تمانية وستين يوم وفي قطة بتجاوز بتوصل لحد اثنين وسبعين يوم متل ما صار مع زيتونة زيتونة ولادي الماضي سبعين يوم وهي ولادي اثنين وسبعين يوم اه اللي صار انه بعيد ما هي اجهضت اي تنك انه اربع اجنة ما بعث فيه شي للسبائي ببطنها طبعا ولا لا لكن لو باقي ممكن تكمل انا عطيتها اشياء تحمل من تسمم اعطيتها فيتامينات وعطيتها محلول طبعا واكلت وشربت الحمد لله ما في اي اعراض تسمم لو صار معها طوالق طبعا احوديها الدكتور شوفوا كيف راحت للبيبي اللي عندي هادا ابن توتا اخر واحد اخر العنود حجمه كتير صغير هادا قزم شوفوا كيف راحت عليه تلاحو صوت نطفه وشعرت بشعور الامومة طبعا انا سبتها قلت له خذي راحتك بس هي طبعا حريب ما عندها نشكت عليها ما عليها حريب شايفين هادا اللي صار سبحان الله 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 زرع فيها حنية حنية وشعور الامومة اول ما طلعت البيات رغم انهن مش مكتملين ماتوا يعني ما عندها هي القطة براوية بعيدة عن الكل يعني طبعا سبب الاجهاض على الاغلب عشان هي عندي قطة بتضربها وعسل عندي بضربها دايما بحاول انا ابعد واحمي وبخبي عسل الا انه سبحان الله مبارح لقطها ضربها شكله من هذا السبب اللي خلاها اليوم تجهد اه فاذا عندكم قطة حامل اه وعنكم قطة تانية ممكن تضربها حاولوا تفصلوا القطة الحاملة عن القطة اللي بتضربها عشان تحموها من ان يصير عند اجهاض او مشاكل في فترة الحمل تمام